شكرا للتقرير وأحمد عليها قديم من بورسعيد وبنأكد على أنه بورسعيد مدينة مصرية باسلة وقفت في وش تلات دول وعلها تاريخ عظيم في الكفاح فقريت نفس بورسعيد عن المجزرة والجريمة لغاية ما نوصل للجنيه الأمريكان عندهم كلمة شهيرة جدا بيقولوا يعني مفيش حاجة في الدنيا غداء مجاني الأمريكان بيقدمونا معونة عسكرية 1.3 مليار دولار منهم 250 مليون دولار بس معونة اقتصادية والباقي معونة عسكرية مبارح الكونجرس كان بيناقش وقف المعونة عن مصر ورفضوا وقف المعونة عن مصر ورئيس الأمريكي جنرال دامسي قال المجلس العسكري تصرف مسؤولية ده كان بخصوص موضوع جماعيات المجتمع المدني الموظمات الغير حكومية هنتكلم بالتفصيل عن المعونة وإيه اللي بنستفيدوا منها وهل ينفع نقطعها ولا لا هيكون معنا أستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام للشؤون السياسية صباح الخير صباح الخير عليكم صباح خير أستاذ جمال وبداية كده اللي احنا طبعا نعرفه اللي فيه ناس كتير مفروض أنها تعرفه أنه فيه نوعين من المعونة معونة للجيش للجيش ومعونة تانية للمجتمع المدني لجمعيات المجتمع المدني ومعروف أن هي بتدخل في أشياء كتيرة جدا ليه بيتم تحديدا التركيز على الجمعيات المجتمع المدني ورغب أن هي موجودة من 10 سنين عايز أفهم أو الناس عايز تفهم النقطة دي بالتحديد هو بعد صورة 25 يناير ظهرت المشكلة دي بشكل واضح قبل 25 يناير كانت منظمات المجتمع المدني أي منظمة أو أي جمعية أهلية عايزة تشتغل في مصر بتقدم طلب وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ومفروض أنه خلال 60 يوم إذا لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية اللي كان اسمها وفرط التضامن قبل كده لو ما ردش على أصحاب الطلب بالجمعية بتعتبر نفسها ممكن تشتغل وممكن تعمل اللي حصل بالزبط أنه بعد 25 يناير كان فيه المشكلة نشأت من المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وكمية الأموال اللي تم دخها عبر قنوات متعددة إلى داخل مصر لجهات مختلفة بدون ما يبقى عندهم ترخيص رسمي وفقا للقانون ده عمل مشكلة كبيرة لأنه زي ما أنتوا عارفين أنه المجال بقى كان مفتوح بعد 25 يناير وشفتنا في ميدان التحرير ناس تدفقت على مصر من مختلف في ناحية الدنيا وكان فيه اهتمام غير عادي صورة سلمية فالولايات المتحدة الأمريكية عايزة تعرف ايه الثورة دي ابعادها ايه الشباب اللي عاملينها جهات أخرى اللي عملائها ولا ثورة تلقائية ولا غير تلقائية من الفعالين من المؤسرين فيها فضخوا أموال ضخمة من خلال معهد الجمهوري ومعهد الديمقراطي بهدف أنه جزء من المسألة هدف سياسي أنه يبقى عندهم مجموعات من المتعاونين مع المعهدين يعني البرافان أنه بيعملوا شغل وبيعملوا دراسات وبيعملوا غيره يعني أنا شخصيا مع منظمات المجتمع المدني ومع دعمها لأنها بتلعب دور بلغ الأهمية ولعب الدور في صورة 25 يناير يعني المنظمات الحقوقية اللي محدش قرب منها بالمناسبة لمنظمات الحقوقية في القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي المنظمات الحقوقية المصرية لم يقترب منها أحد ليه؟ لأنها معظمها عملت وفقا للقانون كان عندها امساك دفاتر كان لما تطلقى تمويل كان لما تطلقى تمويل كان لما تطلقى ترخيص من الشؤول الاجتماعية وفقا للقانون الجامعات الأهلية لما تطلقى تمويل أجنبي بيمسكوا فواتير وبيقولوا احنا صرفنا الفلوس فين أما يجي لهم تفتيش بيعرضوا الدفاتر بتاعتهم وبيقولوا بالضبط كان فيه شفافية ووضوح فيما يتعلق بعمل الجامعات الأهلية لكن المنظمات الأخرى فيه جزء له علاقة بالسيادة المصرية بمعنى بمعنى انه ان مصر برضو دولة كبيرة يعني وما هيش دولة مستباحة ونهار ما فيه يبقى فيه منظمات أمريكية عايزة تشتغل لازم تشتغل وفقا للقانون يعني لا يمكن بقى حال من الأحوال ان احنا كمصريين أو كعرب نروح نعمل لبي في الولايات المتحدة علشان نصرت الشعب الفلسطيني أو نصرت نصرت القضايا العربية طب عشان نقف عند لبي عشان الناس بقى تفهم لبي عشان ناخد الموضوع بالترتيب عايزين نربط بس اكملك الجملة لا ما حدش يقدر يعمل لبي في الولايات المتحدة الأمريكية من العرب ولا غير عرب ولا أجانب إلا وفقا للقانون عشان نقول لبي بقى واللبي ده معناه جماعة مصالح جماعة مصالح الكوندريس اللي هو ومجلس الشيوخ الأمريكي بيقبل وفقا للقانون هناك إنه يكون فيه جماعات مصالح أهم جماعات المصالح مش زي بعض الناس فاكرة هو اللوبي اليهودي المجتمع لو الوطن العربي عمره ما كان له كرسي أو دور في اللوبي خالص هو مفروض اللوبيس دي بتعبر عن مصالح جهات متعددة داخل المجتمع مفروض إنها بتعبر عن الناس لكن الواقع الأمر في النظام السياسي الأمريكي اللوبيس دي بتعبر عن المصالح الإقتصادية والمصالح السياسية يعني هتقول لي مين أهم اللوبيس موجودة في الكونجرس هقولك إنه اللوبي الخاص بالسلاح شركات السلاح الأمريكية دي نفوذها غير عادي في الولايات المتحدة الأمريكية ومش صحيح إن اللوبي اليهودي هو نمبر ون طيب أستاذ جمال من عشان كده كنت عايز ناخدها بتسلسل منطقي بمعنى إنه كان بيقال إنه الجامعيات دي أو اللي كان بتشتغل في مصر دي اللي هي حصلت منها المشكلة كانت تتبع بشكل رئيسي أو بشكل مباشر الكونجرس الأمريكي فلما سألت حدك هل تحت الشراف الكونجرس هل قلت لي لأ قلنا جماعات المصالح طيب الكونجرس مبارح ناقش المعونة لمصر وقرر إنه هو يرفضها حضرتك شايف الوضع ده حصل وصلنا للنقطة دي ما إحنا لازم نقرأ الواقع هو اللي بيحصل في واشنطن في العاصمة الأمريكية بشكل دقيق اللي بيحصل داخل الكونجرس إنه بيبقى فيه تعبير عن صحاب مصالح متعددة منهم مثلا لو إسرائيل عايزة يعني تعرفنا وتعرف المصريين أنت أخذ بالك بتزق اللوبي بتاعها اللي هو الآيباك اللي هو اللجنة العامة الإسرائيلية الأمريكية وده اللوبي بالغ التأثير يعني ترتيبه يمكن نمرة ثلاثة في الأهمية في الكونجرس فيبدأوا بعض أعضاء الكونجرس يصيروا لغط يقول لك الله ده المصريين مش عليتهم بإسرائيل مش كويس إحنا بندفع لهم ليه الفلوس إحنا دفعنا الفلوس دي من خاصة من دفع الضرائب الأمريكي علشان الحفاظ على أمن إسرائيل والحفاظ على معاهد السلام اللي تمتوقعها بين مصر وإسرائيل طب مصر طب بالراحة فإندي مأس في الجملة الأخرين إحنا بناخد المعؤونة أصلاً لي عشان حضراتك قلت دواتي إن الحاجات دي يوم ما بنقشوها نعم إحنا أصلاً بناخد المعؤونة ليه أو بمقتضى إحنا بناخد الواحد وثلاثة من عشرة مليار دولار وفقاً لمعاهد السلام اللي تم توقعها بعد التوصل إلى اتفاق كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل إنه يبقى فيه اتفاق سلام الولايات المتحدة باعتبرها هي الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرخ الأوسط قالت إن أنا هدي مساعدات لكل عفواً لكل من مصر وإسرائيل علشان نحافظ على الوضع الراهن والأمور تبقى جميلة وكويسة وغيره فبدأت تدي المعونة لمصر وكان بتسهيلات أكبر قبل كده كان بتدي كاش بعد كده لا قيدت المسألة فبقى فيه خروج عن الالتزام اللي عملوا الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرخ الأوسط اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشروط المعونة اللي هي إيه بقى وده اللي حنا يزينا رفق شروط المعونة اللي هي إيه اللي هي شروط المعونة قبل كده كان يدي لك آه هدف أنت تقصد بيدونا الفلوس ليه بالذكت بيدونا الفلوس مش عشان سوادع عيوننا عيوننا كلها سودة هي القصة كلها أكيد يا أصدقى لكن فيها مصالح بس أنا عايزين ليوصل للنقطة المهمة جدا إنه نوارده فيه أصوات بتنادي بإلغاء المعونة بلاد بتاعتنا فأنت مع الأصوات دي ولا شايف إن هي بكل الأحوال أنا مع ترشيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى إيه بمعنى إنه مش من مصلحتي إن أنا أصعد حالة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي إمكاني في نفس الوقت إن أنا أقول لهم شكرا مش عايز الواحد ثلاثة من العشر مليار دولار بتاعكم لكن ما قطعش العلاقة معهم ليه؟ لأن إحنا عايشين في مجتمع في ما يسمى بالاعتماد المتبادل الولايات المتحدة الأمريكية لو علاقتك سائد بالولايات المتحدة من خلال الموضوع المعونة والموضوع المعونة ده موضوع رمزي شكلي إنه تقدر تأثر على صندوق النقد وتأثر على البنك الدولي طبعاً وتأثر على النظام المالي الدولي يعني بمعنى أنت محتاجة علشان تنعيش اقتصادك إنه تبقى فيه اعتراف بيسموها الـ الاهلية الاعتمانية لمصر إن الريتنج الريتنج بيسموه التقييم أو الترتيب بتاع مصر فيما يتعلق بالاختراض من الخارج يظل مرتفع محتاجة الوضع الاقتصادي متداهور محتاجين دعم من العالم مش حاتة مش إنهم يدونها فلوس لكن وفقاً لترتيبات النظام المالي العالمي بمعنى أنه صندوق النقد الدولي يشوف إنك الله الاقتصاد المصري مهاش بشكل كويس ويطلع تأرير إيجابية ده تنعكس على البنوك العالمية نهارما التجار والمستثمرين في مصر بيعملوا بيزنس يقدروا ياخدوا فلوس وفقاً لترتيبات فيها تسهيلات مفهاش صعوبة وبالتالي الاقتصاد وحركة الأعمال تمشي أرجع مرة تانية وأقول لك ما حصل نظر الظروف في الاخصادة دهور سنة 2011 بعد الثورة فأنت محتاج تستردد مرة أخرى محتاج أنك تحط علاقتك مع العالم الخارجي تبع علاقة ممتازة مع النظام المال العالمي مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا تفريد في السيادة لا تفريد في السيادة ولا تفريد في الكرامة أنا أتعامل بين الدية مع العالم الخارجي لكن الأمريكان مثلاً ما يجوش أنت عارف طبعاً أنا أقول لك على معلومة أنه المقر المخابرات المركزية الأمريكية موجود في القاهرة بعدما قصفوا المقر في بايروس سنة 82 لألين القاهرة مقر تحققات الفيدرالية الأمريكية في الشرق الأوسط موجود في القاهرة أنا أقول لك على معلومة فهم عندهم مصالح وإحنا علينا أن نبقي على المصالح يبقى فيه مصالح فيها تعاون الأمريكان محتاجينها في ملف مكافحة الإرهاب محتاجينها علشان شعة الاستخرار في منطقة الشاخ الأوسط فبالتالي لازم العلاقة يبقى فيها ندية ما يجوش الكونجرس يزلوا الشعب المصري ويقول لك تنقل عليها الأسلحة وبعدين المعونة العسكرية اللي بيدوها المصر ودبع اعتراف والصحف الأمريكية والنيورك تايمز قالت أنه بيفرضوا على مصر الأسلحة محلش محتاجينها فبالتالي ايه اهميتها ما كانوش بيدو المصر الأسلحة اللي احنا محتاجينها علشان ندفع عن نفسنا يبقى بلاها يعني لأنه في النهاية لابد أن مصر تبقى قادرة وخوية ولديها القدرة العسكرية للدفاع عن أمنها القومي أستاذ جمال في الفترة اللي فاتت بعض الاجتهادات من الناس كتير جدا ومبادرات من الناس كتير جدا منها يعني حركت بسألك من شوية هل احنا ممكن نستغنى عن المعونة أو نحن نلغيها فأنا بقولها لك أنه فيه كمان مبادرات منها مثلا مبادرة من الشيخ محمد حسان برعاية الأزر اللي هو ما يعمل صندوق كل مصريين يساعدوا فيه أنا شايف هذا شايف أنه الحاجات المبادرات أو الاجتهادات اللي من النوع ده ممكن تخلي مصر تقدر تعتمد على نفسها أكتر أنا هقولك المبادرات اللي بتحصل دي أكتر من عظيمة ليه؟ أنها بتبث الروح الوطنية في مصر بالكامل بتحسس أن كل المصريين مسؤولين عن وطنهم أن كل واحد بيتبرع بجزء علشان يبني بلده أنت مثلا لو تعرفي أن جامعة القاهرات بنت إزاي بالتبرعات الأهلية يعني الأميرة فاطمة اتبرعت بالأرض وبعدين عملوا حملة وطنية فبقى في مصر فيه أول جامعة أهلية مصرية يعني والله ده شق مهم جدا أنت فيه ده شق نحن نرجع تاني الإحساس بالوطن ونحن نحب تاني بلدنا وبعدين عايز أقولك على حاجة مثلا وارين بافت أغنى واحد في العالم مليار دير الأمريكي الضخم الكبير كتب مرة مقالة قريب قال لهم أرجوكوا تاكس مي يعني افردوا علي ضرائب وراح هو وبيل جيتس اتبرعوا بجزء كبير من أموالهم إحنا لا نرى هذا لدى الرأس مالية الطفايلية اللي تربط في ظل النظام القديم يعني عملوا مليارات وبقى فيه في مطار القاهرة حوالي مية وعشرين طيارة نفاثة كل واحد أحمد عز عن طيارة نفاثة ومش عارف مين عن طيارة نفاثة ومحدش منهم فكر انه مثلا يروح عاملك مبادرة يقولك هدفع مليار جنيه علشان نعمل جمعة ضخمة عشان نهتم بالتعليم زي ما مثلا حسن عباس رجل اللي أعمالت برع بمتين وخمسين مليون جنيه عشان جمع الزويل السادس جمال احنا عندنا مشكلة المشكلة في انه ان احنا لما هنعمل يعني تفتكر ان لو عملنا فعلا صندوق اللي هو الجمعة المعونة من المصريين نفسهم مش يبقى فيه مشاكل بقى في الروتين والتصريحات وإجازة التصريحات دي للجماعيات الأهلية مش يبقى فيه المشاكل دي عندنا لا انا ارجو ان ده ما يحصلش لان احنا مفروض عندنا روح جديدة بعد الصورة 25 يناس مفروض تحررنا من الخوف مفروض واحنا ضد الفساد وصوتنا عالي ومش هنسكت والمصريين مش هنسكتوا ومن الأشياء اللي بتبهرني ان مثلا كنت بتابع اللي حصل في برسعيد مبارح على شاشات التلفزيون ايه ده طلعت واحدة طلعت تتكلم احنا زي النحاكة مبارك المصريين مش معقول قبل كده انا كقول الله العظيم دي ملاحظات الخاصة والتأشوف هن بيطلعوا على على الفضائيات يتكلموا على محاطات التلفزيون اه خايفين خايفين يقولوا الوقت بقى زي ما بيقولوا بالانجليز يعني عندهم طلاقة صحيح في الحديث فده نتيجة لانه حجز الخوف وقع طيب ختمة لكلامنا هل مصالحنا كمصريين تتعارض مع المعونة بالشكل الامريكي وهل المشكلات اللي حصلت لمنظمات مجتمع مدني ممكن تأثر علينا لانه في جزء ممكن زي ما حضرتك قلت انه في جزء بيدخلوا بشكل واخر لكن في جزء تنموي وفي جزء كان بيتصرف في امور انسانية كتير هل احنا قادرين وهل مصلحتنا ان احنا نستخدم على المعونة ولا نكمل مع المعونة بص احنا مصلحتنا في ان احنا نحافظ على السيادة المصرية وعلى الروح المصرية وان مصر دي ما تبقاش منتهكة لكل ما نهب وادب وان احنا نتعامل بين الدية مع العالم الخارجي وانه مصلحتي انه لو في خرق للقانون بقى مجاله القضاء ومصلحتي انه يبقى عندي علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الاوروبي ومع الصين ومع اليابان ومع جنوب شرق اسيا لابد ان احنا نكون منفتحين ما نخافش من اي حد لو المساعدات العسكرية فيها مشكلة حتمس السيادة ما نستغنى عنها مشكلة انت بتتكلم على خمسة مليار انت بتتكلم على خمسة مليار جنيه او اكتر شوية مليار وثلتمية يعني اقولت سبعة مليار جنيه سنة دي خاصة اتعوضهم من دي حاجات كتيرة او اتعوضهم يا سيدي الفلوس اللي فيه بعض الناس اللي مسكين هيئاته ومسكين شركاته بياخدهم بالملايين كل شهر يتبرعوا بجزء من مرتباتهم انت واخد بالك فيه امكانية لتخفيض يعني الاسراف الموازنة من خلال اشياء كتيرة تعوض للسبعة مليار ولا ستة مليار بس لابد ان احنا نحافظ على مصالح هذا الوطن احنا وقتنا جيلي بسرعة الحقيقة وكان عندنا اسئلة كتير وكمان اسئلة خصة ان الناس لازم تفهم كل التفاصيل كل التفاصيل عشان تبقى وعية ومدركة بكل حاجة انا بشكرك جدا انا اساس جمال على وجودك معنا نهار دا نورتنا انا اساس جمال زايد مدير تحليل الاهرام للشؤون السياسية نورتنا يا فندم نتمنى نكمل كلامنا مرة تانية شكرا جزيلا شكرا حريك هنروح للفاصل مشاهدين ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا وانهارك ساعد